أعزائي المتعلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لمنهجية الاشتغال بالوثائق الجغرافية في إطار حصص المراجعة والثثبيت استعدادا لإنجاز الفروض الكتابي المحروسة وكذلك الاجتياز لامتحانات لإشهدية سواء تعلق الأمر بالسنة أولى بكالوريا أي الامتحان الجهوي الموحد أو السنة الثانية بكالوريا بحول الله بالنسبة لامتحان الوطني الموحد إذن لهذا الغرض أقترح عليكم وثيقتين جغرافيتين الوثيقة الأولى هي عبارة عن نص جغرافي منطوقه تشكل التضاريس المعالم الخارجية لسطح الأرض وتنقسم إلى ثلاثة مجموعات كبرى الجبال والهضاب والسهول تتميز الجبال بارتفاعاتها المطلقة ومنحضارتها وقممها الحادة ويقاس علو الجبال بالأمطار من نقطة فوق سطح البحر 0 متر ويعتبر جبل إيفرست الذي يقع في سلسلة جبال الهيمالية على قمة جبلية فوق سطح الأرض بحوالي 8848 متر وكلما كانت الجبال حديثة النشأة كلما كانت قمم واحدة كما هو الشأن بالنسبة لسلسلة جبال الهيمالية التي لا يتجاوز عمرها 50 مليون سنة وعلى النقيض من ذلك كلما كانت السلسلة الجبلية قديمة النشأة إلا وتآكلت قممها وانخفضت ارتفاعاتها بفعل عوامل التعرية المتمثلة في الرياح والأمطار والجليد والثلوج كما هو الحال بالنسبة لكتلة الفوج بفرنسا المرجع ننتقل بعدها إلى الوثيقة الثانية وهي أيضا نص جغرافي منطقه السهول هي مساحات أرضية مصطحة وقليلة تموج تخترقها أنهار وأودية ذات جريان سطحي مثل الميسي سي بي والأمازون والغانج وغالبا ما تكون السهول محاطة بتضاريس أكثر ارتفاعا منها وتتباين ارتفاعات السهول حسب موقعها فهي مرتفعة شيئا ما في المناطق الجبلية المحيطة بها لكن تبقى غالبية السهول عبر العالم ذات ارتفاعات محدودة كما هو الشأن بالنسبة للسهول الساحلية بالمقابل تنمو معظم الأنشطة البشرية في السهول حيث تركز 60% من السكان الذين يعيشون في مناطق تقل ارتفاعاتها عن 200 متر كما تسمح بسهولة وضع البنية التحتية ومرور الأشخاص وحركية وسائل النقل زيادة على ذلك فهي تشكل أراضي خصبة ملائمة للنشاط الزراعي بفضل إرسابات الأنهار والأودية من الطين والطمي وأحيانا ترتفع الكثافات السكانية بشكل قياسي كلما كانت السهول ضيقة المساحة على غرار السهول الساحلية بأرخبيل اليابان إذن بعد قراءتنا عزاء المتعلمين للوثيقتين وتأمل مضمونهما إذن الآن سنتعرف على ما هو مطلوب إذن المطلوب في السؤال الأول هو عرف أو عرفي ما تحت خط تعريفا جغرافيا السؤال الثاني حدد أو حدد الفكرة الأساس للوثيقتين السؤال الثالث استخرج أو استخرجي من الوثيقتين الأولى والثانية المعطيات الآتية أليف من الوثيقة الأولى خصائص تداريس الجبلية بأ من الوثيقة الثانية خصائص السهول ومكانتها من الناحية الاقتصادية إذن نبدأ بالسؤال الأول والمتعلق بالتعريف الجغرافي إذن تعريف الجغرافي لماذا؟ لمفاهيم أو مصطلحات إذن دائما يجب أن يكون هذا التعريف تعريفا جغرافيا إذن نحدد المعنى السليم والدقيق لهذه المفاهيم إذن برجوعنا أعزائي المتعلمين للوثيقة الأولى إذن نجد مفهومين أساسيين هما التداريس والهضاء دائما حينما يطلب منكم التعريف الجغرافي لمفاهيم أو مصطلحات مضمنة في الوثائق إذن يمكن كذلك أن نستغل هنا سياق برود هذه المفاهيم والمصطلحات لأن هناك إشارة في النص أو في الوثائق عموما تعيننا في التعريف إذن تداريس على سبيل المثال إذن تشكل تداريس المعالم الخارجية لسطح الأرض إذن هذا تعريف إذن ما معنى التداريس؟ إذن هي المعالم الخارجية لسطح الأرض وتنقسم إلى ثلاثة مجموعات كبرى هي الجبال والهضاء والسهول إذن هناك إشارات في الوثيقة تساعدني في تركيب المفهوم المراد تعريفه كذلك المفهوم الثاني وهو الهضاء طبعا هنا الهضاء ليست هناك إشارات كثيرة في الوثيقات الأولى يمكن أن تسعفنا في تعريف هذا المفهوم ولكن على كل حال نعلم جيدا أن الهضاء هي عبارة عن مجموعات أو من ضمن المجموعات التداريسية الكبرى إلى جانب كل من الجبال والسهول إذن لا بد كذلك أن أوازن ما بين سياق ورود هذه المفاهيم في الوثائق وكذلك المكتسبات ضرورة تابعة المكتسبات ويجب أن يكون دائما هذا التعريف تعريفا موجزا ومقتضبا إذن السؤال الأول إذن المقصود هنا إذن المطلوب هو التعريف الجغرافي إذن ما الذي نعنيه كجواب بالتداريس إذن التداريس معناها هي المعالم الخارجية لسطح الأرض وتتكون من وحدات تداريسية كبرى وهي الجبال والهضاء والسهول وكما لاحظتم فاستنبطت التعريف انطلاقا من المؤشرات التعريفية المضمنة في الوثيقة الأولى بالنسبة للهضاء فهي أيضا وحدة تداريسية لكنها متفاوتة لارتفاع قد تكون أحيانا منخفضة شيئا ما أو متوسطة أو مرتفعة وتتميز بالانبساط وقلة تموج وتتعمق بها الأودية إذن الذي يميز الهضاء عن السهول وهو تعمق الأودية إذن ففي السهول تكون الأودية ومجاري الأنهار استطحية بينما الهضاء تتعمق بها مجاري الأنهار وكذلك الأودية ننتقل بعدها إلى السؤال الموالي إذن المطلوب هو تحديد الفكرة الأساس للوثيقتين دائما الفكرة الأساس يجب أن تكون جامعة ومضمنة ومدمجة لمضمون الوثائق مهما بلغ عددها بصرف النظر عن عددها إذن يجب أن تكون فكرة جامعة لمضمون الوثيقتين في صيغة موجزة إذن برجوعنا إلى الوثيقة الأولى إذن نجد أنها تعالج مسألة الخصائص التي تميزون السهول عفواً الوحدات التضاريسية الجبلية إذن خصائص الوحدات التضاريسية الجبلية وأيضاً العوامل التي تسهم في تشكيلها سواء تعلق خصوصاً هنا العوامل الخارجية عوامل التعرية التي تؤدي إلى نحط السلاسل الجبلية وكذلك أنواع هذه السلاسل من حيث عمرها ونشأتها إذن هناك سلاسل جبلية حديثة كسلسلة جبال الهيمالية وأخرى قديمة النشأة ككتلة الفوج بالنسبة للوثيقة الثانية فهي طبعاً تتناول الخصائص المميزة للسهول وكذلك أهميتها من الناحية الاقتصادية إذن بالنسبة للفكرة العامة إذن دائماً يجب أن تكون مقتضبة ما أمكن إذن الفكرة الأساس إذن الخصائص العامة للتضاريس الجبلية والسهلية والعوامل المساهمة في تشكيلها إذن دائماً الفكرة يجب أن تكون في حدود سطرين تقريباً بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الثالث ويتعلق بمهارة استخراج معطيات مضمنة في الوثائق إذن دائماً حينما يطلب مني استخراج معطيات مضمنة في الوثائق إذن لابد أن أفهمه أستوعب السؤال جيداً ثم بعد ذلك يعني يجب أن ألتزم بالسؤال بمعنى أنني لا أعبئ المكتسبات قد تكون السؤال علاقة بالمكتسبات ولكن هنا لابد أن ألتزم بمضمن الوثائق كذلك في عملية الاستخراج إذن أثناء التحرير لابد أن أعيد صياغة هذه المعطيات بأسلوبه الخاص إما على شكل عوارض أو في فقرة مع ضرورة التمييذ طبعاً والتمييز هنا ما بين السؤال المباشر والذي يتكون من شق واحد أو أحياناً السؤال قد يتكون من شقين كما هو الحال في السؤال باء إذن السؤال ثلاثة أليف المطلوب والسخرج من الوثقة الأولى خصائص التداريس الجبلية إذن حينما نقول الخصائص بمعنى المميزات العامة إذن ما هي الوحدات الجبلية إذن الجبال هي وحدات تداريسية تتميز بما بالارتفاعات المطلقة بالسفوح الشديدة للنحضار وبقمام حادة كذلك من حيث التكوين والنشأة والتطور إذن نجد أن الوحدات الجبلية تنقسم إلى سلسلة جبلية قادمة النشأة وأخرى حديثة النشأة كذلك بالنسبة للجبال إذن كلما امتدت على مسافة طويلة إلا وكونت ما يسمى بالسلسلة الجبلية إذن بالنسبة للجواب أعزائي المتعلمين إذن سيكون بهذه السيعة ثلاثة أليف خصائص التداريس الجبلية هي نقطتان إلى السطر إذن عارض أولا تتميز الجبل بارتفاعاتها المطلقة وسفوحها الشديدة لانحضار وقمامها الحادة إذن تضامت على مسافة طويلة أي الجبال تكوين سلسلة جبلية وقد تكون إما حديثة النشأة كسلسلة جبل همالية أو قدمة النشأة ككتلة الفوج بالنسبة للسؤال ثلاثة با إذن هو في شقين إذن استخرج من الوثيقة إثنان خصائص السهول أولا ثم مكانتها من الناحية الاقتصادية إذن برجوعنا إلى الوثيقة الثانية إذن فهي تفصح أولا عن خصائص السهول وثانيا عن أهميتها من ناحية الاقتصادية إذن ما هي خصائص السهول؟ إذن تتميز السهول بماذا؟ بطابع الانبساط إذن فهي أرض مصطحة وقليلة تموج إذن تخترقها أنهار وأودية ذات جريان سطحي مثل ميسيسيبيل أمازون والغانش إذن هذه ثلاثة خصائص تميز السهول إذن أولا طابع الانبساط وقلة التموج إذن طابع الانبساط ثم قلة التموج وثالثا طبعا تخترقها أنهار وأودية سطحية وليست متعمق كذلك بالنسبة للمساحات السهلية فهي تكون أحيانا متفاوتة الارتفاع حسب وقعها هل هي سهول داخلية مثلا أو سهول ساحلية في الغالب تكون السهول الساحلية منخفضة الارتفاع على خلاف مثلا السهول التي توجد في المناطق الداخلية أو بالقرب من الوحدة التدارسية الجبلية التي تشرف عليها إذن فهناك تفاوت في الارتفاعات ولكن غالبا ما تقل ارتفاعات سهول عن 200 متر في الغالب إذن فهي ذات ارتفاعات محدودة للغاية إذن وتنقسم طبعا إلى عدة أنواع إذن هناك في النص إشارة إلى ما يسمى بالسهول الساحلية إذن الآن ما مكانتها من ناحية الاقتصادية إذن هنا السهول هي أولا مكان للتعمير ولعيش الإنسان 60% من سوك العالم يستقرون بالمناطق السهلية أي في مناطق تقل ارتفاعاتها عن 200 متر أيضا هي تسمح بسهولة وضع البنية التحتية كذلك تسمح بمرور الأشخاص وأيضا حركية وسائل النقل إضافة إلى ذلك فهي تشكل أراضي خصبة ملائمة للنشاط الزراعي بفعل أو بفضل الرسابات الأنهار والأودية من الطين والطمين إذن أعزائي المتعلمين في السياغة إذن لا بد من تمييز كما قلنا بين الخصائص والمكانة الاقتصادية للسهول إذن ثلاثة بأ خصائص السهول ومكانة الاقتصادية إذن خصائصها من ناحية الطبغرافية إذن تتميز بالانبساط وقلة التموج وتخترقها نهار وأودية ذات جريان سطحي وتكون محاطة بتضارس مرتفعة وتتبين من حيث الارتفاع حسب موقعها إذن هنا فالسهول تتميز كما قلنا بالانبساط قلة التموج وتخترقها أنهار وأودية ذات جريان سطحي وتكون دائما أو في الغالي بمحاطة بتضارس مرتفعة قد يتعلق الأمر إما بجبال أو هيدا وتتبين طبعا من حيث الارتفاع حسب موقعها ما بين السهول الداخلية والسهول الساحلية إذن ما هي مكانتها من ناحية الاقتصادية إذن تعتبر السهول أراضي خصبة بالدرجة الأولى ملائمة للنشاط الزراعي كما تسمح بوضع البنية التحتية وتسهيل حركات مرور الأشخاص وتسر حركية وسائل النقل وتشكل أيضا مجالا للاستقرار البشري إذن هكذا أعزائي المتعلمين لكن قد أجبنا عن الأسئلة المرتبطة بوثيقتين جغرافيتين إذن فلا بد من التدرب دائما على كيفية الاشتغال بالوثائق من الناحية المنهجية لأنها ضرورية سواء في اجتياز الفروض الكتابية المحروصة أو الامتحانات الإشهادية إذن ختاما أعزائي المتعلمين أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وأتمنى أن تكون الحصة مفيدة وماتعة في الآن نفسي وأن أفق في تبليغ مضامنها وعناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم أي أسئلة والسفسارات يمكن لكم أن تتركوا لي في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حينه بحول الله وألقاكم في حصة قادمة ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته